ماتين من صاحب الجلال الملك محمد السادس دعت المملكة المغربية بصفتها رئيسة الدورة 160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري إلى عقد هذا الاجتماع الطارئ للتشاور والتنصيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة واندلاع أعمال عسكرية تستهدف المدنيين والعدوان على قطاع غزة وكذا البحث عن سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير إنما شهدناه جميعا في الأيام الماضية من أحداث دامية ومروعة وما واكبها من عنف منقطع نظير ومن احتقان خطير لهو مؤشر على أننا أمام وضع غير مسبوق قد يدخل الصراع إلى مرحلة لا يمكن التكهن بملامحها وتداعيتها على المنطقة إن الوضع مأساوي بكل ما تحمله الكلمة من معنى من معاني الحدة والفضاعة والقصوى قتلى بالمئات جرحى بالآلاف ونزوح جماعية فوق 170 ألف فضلاً عن الإعلان عن حصار كامل عن منطقة غزة يشمل قطع المياه وحضر دخول الغداء والوقود بل وحتى الدواء كما أن استهداف المدنيين من أي جهة كانت والاعتداء عليهم يعد مصدر قلق بلغ ويدفعنا للتأكيد على ضرورة توفير الحماية الكاملة لهم بموجب القانون الدولي الإنساني والشرائع السماوية والقيم الإنسانية وأن لا يكونوا هدفاً أو ضحايا يحدث كل هذا في خضم تصاعد خطاب استئصالي ممنهج مريع لا يبشر بالخير في المستقبل القريب كأننا لنمنى السوعب بعد أن العنف لا يؤدي إلى العنف المضاد وأن الإقصاء لا يولد إلا الإقصاء وأن التطرف لا ينتج إلا التطرف وبالتأكيد لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل ما حدث عن الأسباب الجذرية التي شكلت ومازالت عاملاً رئيسياً في انفجار الوضع بما في ذلك على وجه الخصوص انسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة والإجراءات الأحادية الجائرة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ولقد سبق لصاحب الجلال الملك محمد السادس أن نبه غير ما مر إلى خطورة هذه العوامل مندداً بشدة بالاقتحامات المتقررة التي يقوم بها متطرفون يهود للمسجد الأقصى المبارك ومحذراً من أن تلك التصرفات المرفوضة تغدي التطرف وتروج لثقافة العنف وتؤجج نيران الصراع وتقوض جهود التهدئة وتنسف أفق حل الدولتين وتضرب بذلك في الصميم كل فرص السلام الشامل والعادل والدائم واليوم تجدد المملكة المغربية التأكيد على أن المساس بالوضع القانوني والتاريخي قائم في مدينة القدس والمساس بحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يقوض فرص السلام ويؤدي إلى تأجيج الصراع من صراع سياسي إلى صراع ديني ستكون عواقبه وخيمة على الجميع أصحاب السمو والمعالي والسعادة حضرات السيدات والسادة لم يعد مصطلح خطير يكفي لتشخيص الوضع الحالي في الشرق الأوسط أمام تصعيد غير مسبوق والساحة ساحة المواجهات وأذكى حلقة العنف والعنف المضاد بحدة قد تقضي على ما تبقى من فرص وأمال شعوب المنطقة في إقامة سلام دائم وشامل هذا الوضع المتأزم يسائل أيضا المجتمع الدولي والقوى الفاعلة والأعضاء الدائمين بمجلس الأمن حول مدى نجاعة تعاطيهم مع هذه القضية المزمنة فإن هي الآليات التي وضعت للنظر في هذه القضية ومتابعة تطوراتها وما هي نجاعتها وما هي النتائج التي حققتها حتى الآن وهل سيكتفي المجتمع الدولي بمجرد إدارة الأزمة وإصدار بيانات جوفاء لا تأثير لها ومن هذا المنطلق ومن منظور المملكة المغربية فإن اجتماع مجلسنا الطارئ لهذا اليوم يجب أن ينصب على تحقيق أربعة أهداف رئيسية هي كالآتي أولاً بدل كل الجهود لبلوغ هدف التهدئة وحقن الدماء من خلال التحرك سواء بشكل جماعي أو فرضي لدى القوى الدولية الفاعلة من أجل الوقف الفوري للمواجهات على الأرض وخفض التصعيد ووقف العدوان على قطاع غزة مع ما يتطلبه ذلك من حماية للمدنيين ومنع استهدافهم ووقف الاستفزازات والأعمال الإحادية تفادياً لاستفحال الوضع وخروجه عن السيطرة ثانياً تقييم الاحتياجات الصحية والإنسانية العاجلة في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المتضررة للتجاوب مع تلك الاحتياجات وسبل إيصاء للمساعدات إلى جهتها ثالثاً تقوية الموقف التفاوض للأشقاء الفلسطينيين من خلال التعجيل بالمصالحة الوطنية ونبدل خلافات وإعلاء المصلحة الفلسطينية العليا ونرحب في هذا السدد بجهود جمهورية مصر العربي الشقيقة ونحثها على مواصلة جهودها المشكورة والدأوبة من أجل تحقيق مصالحة فلسطينية حقيقية ودائمة رابعاً حث الأطراف الدولية راعية عملية السلام بما فيها الرباعية الدولية على البدء في مشاورات حقيقية لإحياء العملية السلمية من أجل بلورة خارطة الطريق بأهداف عملية تشمل جدولاً زمنياً للدخول في مفاوضات جادة وهادفة للاتفاق على صيغة نهائية لحل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية والعربية وفي هذا المقام أجدد التأكيد على دعم المملكة المغربية الكامل والثابت لدولة فلسطين ولسلطتها الوطنية الشرعية بقيادة فخامة الرئيس محمود عباس للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال والعيش الكريم أصحاب السمو والمعالي والسعادة معالي السيد الأم العام حضرات السيدات والسادة إن أمن الشرق الأوسط واستقراره كما أكد على ذلك جلالة الملك في رسالته السامية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يتطلب مساع بلا انقطاع وجهود حثيثة ومتواصلة للخروج من منطق الصراع والعنف إلى منطق السلام والتعاون وبناء فضاء مزدهر لشعوب المنطقة بطبيعة الحال فإن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك ستظل متشبتة بالسلام العادل والشامل المستند إلى قرارات الشرعية الدولية باعتبارها خياراً استراتيجياً لا محيداً ومستعد للنخراط في أي جهد دولي يروم تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 وفق حل الدولتين المتوافق عليه دولياً بما يمكن شعوب المنطقة من مستقبل آمن يعمه السلام ويتيح فرص التفوق للأجيال الصاعدة شكراً لكم أعطي الآن الكلمة للسيد الأمي العام لإلقاء كلمتها شكراً 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 معالي الأخ العزيز ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمقيمين بالخارج للمملكة المغربية معالي السادة الوزراء الحضور الكريم يلتأم المجلس اليوم في ظرف عصيب التصعيد الجاري بين حماس والإسرائيليين غير مسبوق في حدته وأفاره هناك احتمالات جادة لانفلات الأوضاع وربما اتساع نطاق المواجهات وهي احتمالات أتمنى عدم تحققها لأنها يمكن أن تدفع بالمنطقة كلها إلى وضع غير معلوم ويبدو للأسف أن الأمور تتجه نحو هذا الاتجاه إن هذه اللحظة الخطيرة تقتضي من الجميع ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والنظر إلى العواقب إن العمليات الانتقامية التي تمارسها وتجهز لها قوات الاحتلال الإسرائيلي لن تجلب الاستقرار بل ستدخلنا في المزيد من دوامات العنف والدم والعقوبات الجماعية التي تمارسها هذه السلطات ضد سكان غزة مرفوضة ومدانة في القانون الدولي نحن نتضامن مع الفلسطينيين من سكان قطاع غزة الذين اتعرضون اليوم لمجزرة يتعين إيقافها فوراً وإدانتها بأشد العبارات لا أحد كان يرغف مثل هذا التصعيد ونرفض بشكل كامل أي عنف ضد المدنيين وبلا مواربة فقتل المدنيين وترويع الآمنين غير مقبول كوسيلة لتحقيق غاية سياسية سامية مثل الاستقلال أنني أدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى وقف هذا التصعيد الخطير حتى لا ننزلق إلى ما هو أشد خطورة وبما يعرض استقرار المنطقة بأسرها إلى تهديد جسيم إن المجلس الموقر عبر مراراً خلال الأعوام الماضية عن مواقف واضحة تحزر من اقتراب الأوضاع في فلسطين المحتلة من حد الانفجار التصعيد الجاري ليس وليد اليوم ولكن له أسبابه الجزرية المعروفة للجميع من إنكار الحقوق الفلسطينية واعتبار الفلسطينيين من كل الألوان السياسية في الضفة الغربية أو غزة مشكلة أمنية لا أكثر وخلق نظاماً للاحتلال يقوم فعلياً وبجهادة الجميع على نظام الأبرتايد والقضاء على حل الدولتين كل يوم عبر الاستيطان المستمر وقدم الأراضي هذا كله أدى إلى خنق الأمل في أي أفق سياسي وأوصلنا إلى النقطة المؤسفة والخطيرة التي نقف عندها اليوم لقد تبنت الدول العربية كذلك وعبر السنوات الماضية طريقاً لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مبادرة السلام العربية ووفق صيغة الدولتين أنها الصيغة الوحيدة التي توفر الأمن للجميع والسلام للجميع والاستقرار للمنطقة ولكن للأسف اعتبرت إسرائيل أن الاستيطان مقدم على السلام وأن الاحتفاظ بالأرض أهم من صيانة المستقبل للأجيال القادمة وأن الوضع القائم يمكن أن يستمر للأبد وأمعنت حكومة الاحتلال حكومة إسرائيل في قمع الفلسطينيين واستفزازهم وأطلق بعض رموزها العنان لخطاب الكراهية والتحريد وأقول باختصار هناك طريق يوفر حياة كل المدنيين أنه المصار الوحيد العقلاني الذي يصون الحياة والأمن والمستقبل لأبناء الشعبين إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية أتمنى أن يعلو صوت الحكمة على نداءات الانتقام أرجو أن تتوقف دوامة العنف فوراً لأنها لن تفضي سوى للمزيد من المآسي والآلام وقد تخرج الأمور عن سيطرة أي طرف على نحو لا يمكن التنبؤ بمآلاته أو تبعاته على الجميع أتطلع اليوم لليوم الذي أنعم فيه الجميع في فلسطين وإسرائيل في دولتي فلسطين وإسرائيل بالأمن والكرامة والحرية للدولتين دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في أمن وسلام الأجيال الجديدة تستحق العيش بعيداً عن دوامات الكراهية والعنف ربما تذكرنا هذه اللحظة برغم كل ما تحمله من مخاوف وآلام بأنه لا مهرب من استحقاقات السلام وأن انسداد الأفق السياسي لن يفضي سوى إلى جوالات متكررة من العنف وانعدام الاستقرار شكراً لحسن الاستماع أشكر معالي السيد الأمي العام أحمد أبو الغيد على كلمته وأعطي الكلمة الآن لأخي معالي الدكتور رياد المالكي وزير الخارجي والمغتربين رئيس وفي الدولة فلسطين للتفضل بإلقاء كلمته معالي الأخي الوزير ناصر بوريطة وزير خارجية المملكة المغربية الشقيقة رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري معالي الأمين العام للجامعة العربية أصحاب السمو والمعالي والسعادة اسمحوا لي أن أستهل كلمتي بالتوجه بتحية إكبار وإجلال لأبناء وبنات الشعب الفلسطيني العظيم الذين يواجهون اليوم حرب إبادة مسعورة من قبل الاحتلال العنصري الاستعماري الإسرائيلي الغاشم وأن أترحم على أرواح شهدائنا الأبرار وأتمنى لألاف الجرحى الشفاء العاجل وأسمحوا لي أيضا أن أعبر بالنيابة عنكم عن فخرنا واعتزازنا بالشعب الفلسطيني الأبي في قطاع غزة الحبيب وسائر فلسطين الذي يواجه بعزة وكرامة بطشا صاحقا ويبقى صامدا بشكل أسطوري بإسمي السيد الرئيس محمود عباس أشكركم على حسن استجابتكم لطلب دولة فلسطين والمملكة المغربية بعقدي وحضوري هذا الاجتماع في مقر جامعة الدول العربية بيت العرب الأول في العاصمة المصرية القاهرة لتدارسي ونقاشي المخاطر الحقيقية التي تتعرض لها قضية شعبنا عامة والنتائج الكارثية للانفجار الكبير الحاصل في ساحة الصراع وتداعيات الحرب الإسرائيلية المدمرة على أهلنا وشعبنا في قطاع غزة والبحث في مجالات التحرك العربي المشترك والعجل لوقف العدوان فورا وتوفير الاحتياجات الأساسية لأبناء شعبنا في القطاع الأمير العام أصحاب السمو والمعالي والسعادة بداية نود أن نذكر العالم بأن السيد الرئيس محمود عباس ولسنوات طويلة وقف على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة وحذر مرارا وتكرارا من النتائج المترتبة على استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بما يرافقه من ارتكاب انتهاكات وجرائم يومية ضد المواطنين المدنيين العزل وأرضهم ومقدساتهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومنشآتهم ومؤسساتهم على يد قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة وفي وضح النهار وسط تحريض وضعم وإسناد أركان أساسية في الحكومة الإسرائيلية الحالية أمثال بن جافير وسموتريتش حيث بلغ عدد شهداء من شعبنا منذ بداية العام حتى ما قبل العدوان الأخير مئات الشهداء هذا بالإضافة للألاف من المعتقلين والمنازل التي هدمتها سلطات الاحتلال والذي أدت إلى تشريد الألاف أيضا من أبناء شعبنا في القدس والتجمعات البدوية خاصة الأمر الذي وثقته وتحدثت عنه مئات التقارير التي أصدرتها مؤسسات ومنظمات محلية وإسرائيلية ودولية في أبشع عمليات ضم تدريجي زاحف للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وتقويض أي فرصة لتسيد الدولة الفلسطينية على الأرض واستبدالها بنظام فصل عنصري إسرائيلي بغيد أبرتايد وفقا لمبدأ حل الدولتين وكدلالة لهذا التوجه فلقد اشترت وزارة الأمن القوم الإسرائيلي التي يرأسها بنغفير خمسة ألاف قطعة سلاح وطلبت شراء عشرة ألاف قطعة أخرى لتوزيعها على مستوطني الدفة الغربية لاستخدامها في اعتداءاتهم المستمرة على المواطنين المدنيين العزل في كل مناطق الدفة الغربية المحتلة لطالما حذرنا أيضا من تداعيات إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع ورفض الحكومة الإسرائيلية وإفشالها لأية جهود عربية ودولية مبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات وإفشالها المستمر لجميع التفاهمات الموقعة لتحقيق التهدئة ليس هذا فحسب بل والتعامل مع شعبنا وفقا لخيارات سموترش الثلاث التي عرضها في خطته الاستعمارية العنصرية التي يتفاخر بها عارضا على المواطنين الفلسطينيين الاستسلامة والتعايش مع الاحتلال أو القتل أو التهجير نعم حذرنا مطولا من ازدواجية المعايير الدولية والصمت الدولي على جميع إجراءات إسرائيل أحادية الجانب غير القانونية وفي مقدمتها الاستيطان واستباحة المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المجد الأقصى المبارك وما يتعرض له من اقتحامات تهويدية من أجل تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا كما هو حاصل أيضا في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل اليوم أيها السادة من حقنا أن نسأل ما هي النتيجة لكل ما سبق ذكره من حصار ظالم غير إنساني لقطاع غزة ومحاولات تكريس فصله عن الضفة الغربية إلى انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين إلى الفشل الدولي في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة لاميل العام معالي الوزراء يصعب علينا وصف ما يشهده قطاع غزة اليوم من مجازر جماعية أشبه ما تكون بالإبادة بجميع أنواع الأسلحة حتى المحرمة دوليا إننا إزاء كارثة إنسانية تتشكل أمام ناظرينا تتمثل بالقتل المستهدف والتدمير الممنهج والترحيل القصري عن قطع المياه والكهرباء والوقود والغذاء والدواء عن تدمير المنزل وتشريد مواد قاطنيه في حال لم يتم تصفيتهم بالكامل عن تدمير البنية التحتية وكل ما يرمز إلى حياة يومية في غزة يريدون أن يعود قطاع غزة كما كان قبل مئات ألاف السنين بدون قاطنيه منطقة عازلة مفرغة أمنية وهناك من يصفق أو يغمض أعينه إذا جاهل حقيقة ما يحدث أو يبرر تلك الجرائم عالمنا ظالم قاسي لئيم حاقد تقوده العنصرية والكراهية يقضي على الحب والتعاون والتعايش إنهم أولئك من يريد أن يعلمنا الدروس وهم من يستحقها أولئك الذين يتبهون بالديمقراطية والقانون وهم من يخرقوها حتى هذه الساعة بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة أكثر من ألف شهيد نصفهم من الأطفال والنساء وتدمير أكثر من ألف مبنى وتشريد أكثر من تلاتمائة ألف إنسان بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية والمدارس والجوامع والمقرات الحكومية والبنوك والمصانع إنهم يتجهون إلى التدمير الشامل يكفي شعبنا دعمكم ودعم الشعوب الحرة في العالم ويكفيه ما بدأ يراه من تحركات شعبية في كثير من عواصم العالم تنطفض على الظلم وعلى سياسات حكوماتها المهم الآن هو وقف تلك الإبادة ووقف هذه الكارثة ووقف العدوان والقتل والدمار أسر وعائلات بأكملها شطبت من السجل المدني مدارس ومنازل وعمرات وأبراج ومؤسسات ومساجد ومستشفيات ومناطق بأكملها سويت بالأرض عملية تهجير تحت القصف للمواطنين المدنيين العزل استهداف كل شيء في قطاع غزة الأطفال، النساء، كبار الصن، المرضى في جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتم على شاشات الفضائيات أمام العالم بغطاء من أطراف دولية متسرعة أعطت نتنياهو الضوء الأخضر لاستباحة القطاع بمواطنيه ومعالمه لدرجة بات المسؤولين الإسرائيليين يتفخرون بما يرتكبونه من جرائم ينتدى لها جبين البشرية بحجة الدفاع عن النفس تحت هذه الحجة بعض الأطراف الدولية فوضت نتنياهو وحكومته لارتكاب إبادة جماعية بحق أهلنا في قطاع غزة بما في ذلك قطع الكهرباء والمياه والمواد الطبية والغذائية والوقود استهداف التواقم الطبية الصحفيين والإعلاميين لم يبقى شيء في القطاع إلا وتم استهدافه هل هذا هو الدفاع عن النفس أم مخطط له مسبقا؟ هل توجيه الغزيين من قبل أطراف إسرائيلية بالخروج من غزة هو دفاع عن النفس؟ من جهة أخرى يظهر توجه خطير تديره بعض الدول الأوروبية بوقف وتجميد المساعدات التنموية عن فلسطين وكأن السلطة الفلسطينية والرئيس عباس وحكومته المسؤولين عن الأحداث الأخيرة هذا عقاب مباشر للشعب الفلسطيني المستفيد الأول والأخير لهذه المشاريع التنموية وهذا يتم أصلا بعلم وكالات تنمية تلك الدول وبعلم حكوماتها وموافقتهم ليخرج علينا بهذا القرار الغريب والمستغرب هذا اسم إفلاس سياسي وعنصرية مفرطة وفقدان البوصل السياسية وتخبط تحت ضغط إسرائيلي وصهيوني إذا كانوا يعتقدون أن هذا سيخدع شعبنا للموافقة عما رفضه بدماء أبنائه طوال سنين طويلة فهم واهمون في ذات الوقت تتعمد هذه الدول عزل الأحداث عن سياقها العام وحقيقة أن تصاعد الأحداث على الأرض لا تحدث في فراغ بل هي مرتبطة بشكل مباشر بوجود احتلال استعمار غير قانوني متواصل يمارس كافة أشكال الاضطهاد ضد الشعب الواقع تحت احتلاله ويرتكب مخالفات للقواعد الآمرة في القانون الدولي بضم الأرض المحتلة وفرض نظام الفصل العنصري الأبرتايد إن تعمد تجاهل نكبة الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ 75 عاماً وحقائق استخدام إسرائيل غير القانوني وغير المنقطع للقوة الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني وأعمال العدوان والقتل والتهجير المستمرة وتعمد إنكار إنسانية هذا الشعب العظيم وحقوقه وألمه تعكس عنصرية وإنحرافاً سياسياً وإنسانياً أوصلتنا إلى ما نحن فيه وإعلانات التضامن الشاملة مع إسرائيل التي تقدمها لعديد من الدول الغربية وتتعمى التجاهل الشعب الفلسطيني وضحياه وصياق قضيته العادلة والقوانين الدولية وقرارة الأمم المتحدة التي تدوسها إسرائيل بشكل منهجي إن هذا النفاق والرياء السياسي أمر غير مقبول وغير مبرر وهو يساهم في استمرار الجرائم وفي تصاعدها الأمين الأعام الزملاء نطالب بوقف العدوان والحرب فوراً ولا يجوز المجتمع الدولي أن يبقى صامتاً إذا ما يتعرض له شعبنا من مجازر وجرائم كما نطالب بتأمين دخول الاحتياجات الأساسية لشعبنا بشكل فوري الحقيقة التي لا يمكن لأحد إنكارها أنه في كل مرة وفي كل منعطف تختار إسرائيل الحرب وتختار الاحتلال والاستعمار والضم والنفي فهي لم تنحاز للسلام قط ولم تختار قط احترام القانون ولم تعترف قط بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعيش كشعب حر ومستقل في وطنه وعلى مدى السنوات الخمس والسبعين الماضية لم تستخدم إسرائيل سوى القوة والتهديد باستخدام القوة والإضطهاد والعقاب الجماعي والانتقام والسياسات والإجراءات التمييزية لتعزيز استلائها على الأراضي واستعمارها للأرض الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية في ذات الوقت ترفض الالتزام بحل الدولتين الذي يتمتع بالإجماع الدولي وتعمل على إفشاله على رؤوس الأشهاد والهدف الأساسي لهذه السياسات والممارسات غير القانونية معلن ومعروف للجميع هو تهجير واستبذال الشعب الفلسطيني في انتهاك لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وغيره من قواعد القانون الدولي القطعية إن الكارثة الماثلة أمامنا وما تفرض علينا مسؤوليات جسام وواجب الإصرار على الحل الجذري ومعالجة الظلم الأساس ومصدر الوحشية والعنف الأساسي والوحيد وجذر الصراع وهو الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي فمن غير المقبول التعاطي بجدية مع التصريحات والمواقف السطحية التي تشوه حياة الفلسطينيين وحقوقهم أو تجردهم من إنسانيتهم أو تتجاهلها وتعالج فقط أعراض هذا الظلم الذي طال أمده نؤكد مجددا على أن الالتزام بالتفاهمات الموقعة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع وإحياء عملية السلام من خلال عملية سياسية تفاوضية جدية بين الجانبين وفقا لمرجعية السلام الدولية وموادرة السلام العربية تفضي لإنهاء الاحتلال هو المدخل الصحيح لتحقيق أمن واستقرار المنطقة وازدهارها معالي الأمين العام الزملاء العزاء دون ذلك سيبقى العنف والتطرف والعنصرية والاحتلال والاستيطان وارتكاب المزيد من الجرائم والدمار هو سيد الموقف والنتيجة هي تآكل متواصل وإضعاف ممنهج لفرص السلام وأنصاره لصالح هذا الجنون ومن يقف خلفه وهي نتيجة مباشرة لغياب الإرادة الدولية في تطبيق القانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وشكرا لاستماعكم أشكر معاني وزير الخارجي والمغتربي لدولة فلسطين على كلمته كما تم الاتفاق عليه في اجتماعتنا فيمكن لأصحاب السمو والمعالي الوزراء ورؤساء الوفود توزيع كلمتهم والآن أعلن انتهاء الجلسة الافتتاحية وأطلب من الصحافة وباقي الضيوف مغادرة القاعة وسنبدأ جلسة عمل وهي مغلقة شاهدين تابعنا مع حضرتكم وقاع الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجي العرب بشأن العدوان الإسرائيلي على فلسطين الذي أكد على رفض الكامل للاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وتحذيرات من تأثر الأوضاع في المنطقة حيث قال الأمين العام أحمد أبو الغيت في كلمته أن هناك احتمالات تأحدى لانقلاب الأوضاع وربما اتساع المواجهات ويمكن أن تدفع المنطقة كلها إلى وضع غير معلوم وأكد أيضا أن هذه اللحظة الخطيرة تقتضي من الجميع ممارسة أقصى ضبط النفس وأن العمليات الانتقام التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي سوف تؤدي إلى تفاقم الأوضاع وتهدد المنطقة وعدم استقرارها وأيضا قال أننا نتضامن مع الفلسطينيين من سكان قطاع غزة الذين يعانون من مجزرة شديدة وأدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وبما يعرض المنطقة إلى تهديد جسيم وقال أن عبر هذا المجلس الموقر عبر مرارا بالتحذير من تفاقم الأوضاع وقد وصلنا إلى النقطة المؤسفة التي نقف عندها اليوم وقال أيضا أن إسرائيل اعتبرت أن الاستطان مقدم على السلام وأن الوضع القائم يمكن أن يستمر للأبد وأمعانت قوات الاحتلال في استفزاز الفلسطينيين ويجب إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وقال أيضا الأمين العام للجامعة الدول العربية أحمد أبلغيط أنه يتطلع اليوم إلى اليوم الذي ينعم فيه الجميع سواء فلسطين أو إسرائيل بالسلام ولا مهرب لاستحققات السلام أما في كلمة زياد الملكي رئيسي الخارجية والمختاربين بدولة فلسطين فقد استهل كلمته بتحية إجلال لأبناء وشعب فلسطين العظيم الذين يواجهون حرب شرسة من قوات الاحتلال وعبر عن فخره واعتزازه لشعب فلسطين الذي يواجه بعزة وكرمة كل ما يحدث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر